أكد وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو أن الثقافة لا بد أن تكون رافدا رئيسيا للتنمية في محافظة بني السويف مشيرا إلى أن الاستثناء في الثقافة يسهم في بناء مجتمع واع ومبدع وخلال لقائه مع محافظ بني السويف محمد هيني غنيم ناقش هنو سبل وآليات تكتيف الفعاليات الثقافية والإبداعية التي تخدم أبناء المحافظة إلى جانب تكتيف البرامج الخاصة بالطفلة وثنمية روح الإبداع لديه واكتشاف الموهوبين منهم